اشتركوا في القناة 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 تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديد يعني كان يوم طبعا لحد ما طلع البيان كانت فرحة غامرة في مصر كلها بيان 3 يوليو استقبلت طبعا بفرحة كبيرة زي كل المصريين لكن أنا كان عجبني البيان على المستوى السياسي لأنه ما أسبش نقطة إلا ما أتطرق لها كان بيان كامل ووافي وشامل والمشهد اللي اتعمل يوم 3 يوليو والتجميع والمشهد نفسه أعتقد يعني من صمم هذا المشهد يجب أن يكون له التحية لأنه مشهد كان عبقري يعكس كوى المصريين في تحالف كبير ضد الإخوان وضد نظام مرسي خلينا نقول إن قبل تصدر الفريق أول عفتها السيسي للمشهد كان أمر طبيعي لأن كانت صورة تملأ الميادين قبل أيام حتى من صورة 30 يونيو كان الهتاف الشهير انزل يا سيسي مرسي مش رئيسي كان يعني في معظم الميادين انزل يا سيسي انزل يا سيسي المرسي مش رئيسي انزل يا سيسي انزل يا سيسي كان طبيعي إن الجيش هو اللي يتولى التنظيم الأمور وهو اللي عبر عن إراجة الشعب فالجيش وقوفه مع الناس كانت وقفة طبيعية ووقفة تؤكد على أن جيش مصر جيش مهني جيش يحمي البلاد إذا ما تعرضت الخط ام تلاتين كان يوم من أروع أيام مصر وفي الانتفاضة وفي الصورة وفي تكاتف ناس كتير جدا ضد الإخوان اشتركوا في القناة